المستوى المحلي للتنسير والعمل في إطار الترتيبات والفيدراليات والمهنيين لحضرهم يوم معنا العملية ستكون بإشراف عدة وزارات ولكن الوزارة الرئيسية ستكون في الميدان حاضرة في عدة لجان هي وزارة الفلاحة والتنمية الريفية وكذلك وزارة الداخلية مع إشراك السلطات المحلية إذن في لجان ولائية معهم بياطرة مختصين راح يخرجوا الميدان يقوموا بإحصاء هذا الوسمو وأخذ جميع المعلومات لنقدروا نقوله كالإحصاء العامل استعملات وزارة الداخلية النفس الشكل نعطوله مدة محددة لا يتجاوز ثلاث أسابيع لأنه تنقل مواشي وتنقل نعرفه سريع إذن باش نخصه نغلقه يعني المجال في هذا الإحصاء نعطوله ثلث أسابيع هذه عملية رقمنا يعني هي عملية اللي لازمة في كل القطاع الفلاحي وفي كل القطاعات إذا كان حبينا حقيقة نوضع استراتيجية حقيقية تنموية للقطاع الفلاحي لازم تكون عندنا معلومات صحيحة معلومات رسمية على كل قدراتنا على كل مقدرتنا طبيعية من أصناف نباتية من أصناف حيوانية لذا كل الفائدة اللي راح ترجع أول شيء راح ترجع على الموال على الفلاح على المربي لأن الدعم راح يكون موجه موجه للمربي الحقيقي للناس اللي يخدموا ميدانيا احنا أول الفايدة اللي يستفد بها المربي أو الموال بالإحصاء هذا باش يعني أولا الموال يكون الحقيقي باش يأخذ الحق انتاعه ما يدخلوش التفعليين الحاجة الثانية وهي النظام أو الدولة تعني تعود عارفة الإحصان تعال مالتاعها وتعود يعني توفر له توفر له الأعلاف تعود عارفة الإحصان ما تعودش يعني بطارقة فوضوية إحصاني دارتها الدولة الحاجة اللي يديرها أن الدولة يقع زينة هذه مفايدة نحن اشتهوا الموال هي يقول لك الماشية ما كاشل الماشية كاينة قابتها دي لوبري قال الحمرها غالية والحمها غالية ماشي ذبتها الموال لا كاينة في آخرها تواسبها احنا قايلتنا الموالين الموالين يجيب الخروب من التاعه يبيعه قال بليون بيعه قال خطس ما يبيعه لماذا راي بيع به يبايع يبايح الرقمنا هي تحديد القدرات وتحديد الثروة الحيوانية اليوم تحديدها ومراقبتها سيسمحنا بضبط جميع هذه المنتوج وكذلك نعرف كيف التوزيع تعثروا هذه في الجزائر هذا هو الهدف منها مشروع مع وزارة الداخلية كذلك لا تشرف معنا وزارة الداخلية على تجسيده مع السلطات المحلية للولاية نشكرهم الشكر الكثير لأنهم رام ندامجين مع قطاع الفلاحة ورام يضيفوا قفز نوعية لتأثير الفلاحة في الميدان فيه برنامج لتحديد جميع المساحة المزروعة أولا انتلاق بالحبوب كذلك الخضروات أي المواد الاستراتيجية منها البطاطا ومنها حتى بعض المنتوجات التي ستدخل في المنتوجات الاستراتيجية في البلد هذا المشروع انطلق هو مشروع مع مكتب دراسات للتلمية الفلاحية بطاقة الفلاح اليوم حتى الفلاح نتعرفه عليه والفلاح يعني يكون عندنا البطاقة الفلاح اللي كانت بطاقة رمزية اليوم بطاقة رقمية لتحمل جميع معلومات الفلاح إذن الفلاح نتعرفه عليه ونعرفه الاختصاص تياه وكذلك كيف نقومه بالدعم تياه ترجمة نانسي قنقر